اشتركوا في القناة 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 وكيف وضع الخطة وكيف كان يجب ان تسير الامور مشكلة الهلال كانت في القماش للعبة مجموعة اللاعبين اللعب المباراة لم ينفزوا بالطريق مش بس لم ينفزوا حتى لم يكنوا في يومهم حتى المباراة نفسها انا بنتكن في يومها كان المباراة بعتها اشياء يعني كثير من الاحداث التي يعني امالة الكفة بالتياه مازنبي ودي في ظروف طاهرة لا المدرب لديه فيها يد ولا اللاعبين لديهم فيها يد طيب هل انا اشير الى باصابع الاتهام او اريد تحويل اصابع الاتهام من المدرب الى اللاعبين ايضا هذا ليس صحيحا انا افتكر انه المباراة الظروف القاهرة هي التي تسببت في هذه النهاية يعني لم تمشي او لم تتحرك المباراة كيفما اريد لها ان تتحرك بالعكس حصلت اشياء بعض اللاعبين لم يكنوا موفقين قلبت الكفة لصالح او امالة الكفة لصالح مازنبي وخسر الهلال هذه المباراة ليه انا عايز اقول الكلام ابدنا انه هذه هي بدايات البدايات التي نحدها بشكل عام بعد كل خسارة والتي تنتهي باقالة المدرب لذلك نحن نود ان نتحدث في هذه المباراة بكل اريحية عن كيف يفكر هذا المدرب وعلى المستوى الشخصي بعيدا عن اي حمولات مما سبق اقول انه التفريط في هذا المدرب في اي لحظة من اللحظات قبل انتهاء عقده يعني ان نرجع مرة ثانية لساقية جهة نشيل من البحر عشان نود البحر فنمشي خطوة خطوة عشان نعرف بالضبط كيف فكر هذا الرجل وكيف استعد لهذه المباراة وكيف هيئ لاعبيه لها وكيف خطط للفوز بها بغض النظر ايضا عن تأهل الهلال من عدم انه تأهل الهلال كان مربوط بمباراة اخرى ونتيجة مباراة اخرى كانت لم تكن اصلا في صالح الهلال حتى لو فاس الهلال في هذه المباراة فحتى نضع الامور في نصابها يلا بينا عشان نشوف ايها اللي حصل في لومومباش طيب قبل البدء في الحديث عن هذه القائمة كان هناك لنا او لبرنامج دافورينا حلقة بعنوان اللهم لا نسألك رد القضاء عن هذه المباراة والتي تحدثنا فيها عن سير المباراة بشكل عام وبرضو حددنا فيها لماذا خسر الهلال لكن لم يكن ذلك كافيا ومن هنا وماشي سنشوف هذه المباراة طيب دي القائمة اللي لعبة بتاعة تيبي ما زنبي طبعا كلنا عارفين قائمة الهلال لكن دي القائمة بتاعة تيبي ما زنبي اللي لعبة الملاحظ ان الحداشر الاساسي اللي بدوا المباراة فيهم حوالي خمسة لعبين اذ غيروا من القائمة الاساسية التي كانت موجودة في مباراة شباب بلوزداد وايضا فيهم لو قارنتها بمباراة سانداون سواء كانت في جوهانس بيرد او اللي كانت في لومنباشي برضو هناك بعض التغيير وحب ذكرنا انه دائما ما يحدث تغيير من مباراة لاخرى في حلقتنا السابقة في هذه الحلقة احنا جبنا هذه المسألة عشان انت تكون عارفنا انه انا ستحدث بالارقام فقط يعني بارقام القمصان تسهيلا للمسألة وسرعة في الاداء لذلك خطينا يعني القائمة بتعتيب مما زنبي عشان لو انت عايز ترجع المشاهد الكريم عشان تشوف يعني ما يقابل الرقام القميص من اسم فيبقى ما في مشكلة في هذه المسألة ونمشي يبدأ المستطيل الأخضر قبل بداية اللعب ودارين نشوف كيف اللعبين كانوا واقفين وبالنسبة للهلال لماذا تم اختيار هؤلاء اللعبين طبعا فريق سنداونس اختار اللعبين من هذه المسألة من المسألة التي تتمثل قمصان اللعبين ودارين نعرف احنا لماذا تم اختيار في الهلال لماذا تم اختيار هؤلاء اللعبين عشان يبتدون طيب قلنا انه فريق مازنبي اختار ان يلعب بتنظيم اللعب اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة اثنين ثلاثة واحد والتنظيم ده هو احد مشتقات التنظيم الاساس اللي هو اربعة ثلاثة ثلاثة وتنظيم اربعة ثلاثة ثلاثة تنظيم مرن جدا يعني حدث فيه كثير من اللغط اثناء وجود المدرب السابق وزهران لكن ما في شك هو التنظيم الافضل والتنظيم الذي يحبذه كل المدربين اللي بلعبوا معه اذا ما دار تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بلعبوا من مشتقات اربعة ثلاثة ثلاثة ما علينا دي ما هس قصتنا ده ما هزيم بيختار كده الهلال اختار هل اختار الهلال نفس هذا التنظيم لا الهلال لعب في هذه المباراة بتنظيمين السبعين دقيقة او الخمسة وسبعين دقيقة الاولى الى نزول عبدالرقوف لعب الهلال بالتشكيل الأربعة ثلاثة اربعة ثلاثة اتنين فلاثة الملعب بشكل أفقي على كل عرض الملعب في الخمسة دقيقة الثانية والعشرين دقيقة الأخيرة بعد نزول عبد الرؤوف لعب بنفس التنظيم 4-4-2 لكن على شكل المعين أو على شكل الماسة واللي هو نحن وضعينه هنا بخطوط وده كان في الشوط التاني بعد أن تمت بعض التبديلات حنجي نتحدث عنها طيب ليه الهلال اختار الحداشر لاعب تحديدا الحقيقة ما كان في خلاف الحداشر لاعب بشكل عام لأنهم هم حقيقة باستثناء لاعب واحد يعني في عشر لاعبين لم يكن هناك أي خلاف بين كل الأسافير والناشطين والأسفرين الصحفيين في اختيارهم لكن كان وحتى المحللين لكن كان هناك اختلاف على لاعب واحد اللي هو نزار حامد لماذا اختار هذا اللاعب للبداية وكان كثيرين يعتقدوا أنه الرجل ده يجب عليه كان أو فورمزينه لو كان قرى المبارة بشكل صاح ما كان لعب نزار كان لعب بوكبة أو عبد الرؤوف من الأول أو يعني الناس تعاملت مع المسألة دي بشكل أكتر طيب تعال نحن نشوف التفسير اللي لعبه القصة أولا ليه اختار أربعة أربعة اثنين مع أنه في مباراة بتاعة السنداونز لعبه ثلاثة خمسة اثنين طيب اختار هذه المسألة من أنه المازنبي بيلعب على أطراف الملعب وبالتالي إذا خلى الباك السماوال أو فارس لوحدهم حتبقى كارثة ولعب هو كان بالمعين دا أو اللي هي الماسة طريقة الماسة دي كان بيكون هذا المكان دا كله مفروض يسد الباك بس أو الظهير الأيمن أو الأيسر بتاع الهلال كانوا محتاجين يسد كل هذا المكان ومازنبي أصلا بيلعب بالأطراف لذلك اختار أن يلعب بأربعة أربعة اثنين عشان يكون قدام كل لاعب أو ظهير يكون في لعب وسط قدامه عشان الاثنين مع بعض يقدروا يحدوا من خطورة مازنبي على الأطراف وده كان الحل الأمثل لأنه إذا لعب من الأول على المعين كان حيترك كل هذه المربعات فاضية على فكرة هذه المربعات أنا عمدت على إدخالها لأنه ستورينا كيف حركة اللعب هذه المربعات مناطق اللعب من واحد هنا لغاية 18 هنا وأيضا مجسمة نلاحظ أن المربعات في وسط الملعب أوسع من المربعات على الطرفين وإحنا قبل كده تكلمنا عن مناطق اللعب فأنا بس جبتها هنا للتسكير وعشان نشوف حركة اللعبين بعد شوية كيف طيب الرجل اتفقنا بأنه يلعب 4 4 2 3 طيب لماذا أختار بوغبة وبوغبة أكثر اللعبين أنه يلعب لماذا أختار بوغبة أو عبد الرؤوف إذا كان هم أصلا هيختار شخصي ما قاعد يلعب لماذا أختار عبد الرؤوف الاتنين بوغبة وعبد الرؤوف بيلعبوا هنا في الدائرة ما بتحركوا منا بوغبة لعب وسط جيد جدا وكمان عنده ميزة إنه بيلعب باس كويس جدا لكن ما بيقدر يلعب في طرف الملعب هو دائر لاعب في طرف الملعب وعايز أقوى اتنين عنده يكونوا موجودين في وسط الملعب اللي هم الشغيل وأبو عاقلة وخدت طرف الثاني أو الرابع خدت مجاهد وخلاه قدام السموأل بينما نزار قدام فارس كمان هو دائر لاعب يكمل مع الاتنين ديل لما الهجمة تكون موجودة فأفضل اللعبين بيكملوا هم النزار وأبو عاقلة ديل اللي كانوا اللعبين بيكملوا مع الاتنين المهاجمين عشان يوصلوا إلى مناطق المناطق الخطرة في المنطقة وده كان أميز اختيار له إنه اختار نزار كونه نزار لم يكن في يوم ولم يكن كويس موضوع موضوع آخر لكن نحن نتكلم لأنه كان قدامه يلاعب بوكبة اللي هو اللاعب اللي قاعد يلعب أو يلاعب واحد ثاني وما في غير اثنين إما نزار أو عبدالرؤوف عبدالرؤوف دائما ما بلعب في خطوسط أصلا عبدالرؤوف بلعب في مركز عشرة طيب هو في مركز عشرة المرة دي لعب منه لعب محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ما كان لاعب في مركز تزعب محمد عبدالرحمن كان مهمة الأساسية أن يكون لاعب مركز عشرة لأنه كان يدرك تماما انه ستقوم كل الحركة الدفاعية بتاعة مازنبي على حرمان محمد عبد الرحمن اذا لعبوا في مركز تزعى لذلك هو لعب في مركز تزعى عيد مقدم وده كان تفكير رائع جدا تفكير في غاية الامتياز مكنوا من السيطرة على الخمسة دقائق الاولى بعد الخمسة دقائق الاولى الهلال تحول الى هلال ثاني لكن في الخمسة دقائق الاولى خلينا نقول لغاية ربع الساعة الاولى الهلال كان مسيطر على الملعب تماما فيما عادة منطقة واحدة حنجي نتكلم عنها وهي دي اللي عملت الكارثة ووسعت الشقة بين الفريغين وبعدين امالت المسألة باتجاه مازمبي اضافة لأشياء اخرى هنتكلم عنها اللي هي الظروف غير الطبيعية اللي مرت والناس ما قادرة تتذكر يعني ما ما قادرة تتذكر انه هذه الظروف ادت الى مشاكل هنتكلم عنها واحدة واحدة اذا الراجل ده براء في التشكيل وفي الاختيارات ده رأي الشخص ربما بعد ده كله الناس تختلف معي وده حقا ما في شك يعني ده هذا حقك في الاختلاف كما تريد وكما ترى لكن هذا هو الطبيعي وده القراءة قبل ما الكرة الحكم يصفر والكرة تبتدي نشوف بعد كده الخطوات الثانية الهلال في حالة الاستحواز والهلال في حالة فقدان الكرة ايه هل بيأس طيب احنا هنا حنتكلم عن الهلال في حالة الاستحواز واتجاهه الى مرمى المنافس لاحراز هدف الاستحواز معناها انك تمنع الكرة من المنافس وفي نفس الوقت تحاول ان تحرس هدف الكرة عندك معناها ما عند المنافس وبالتالي فانت تمنع المنافس من احراز هدف الكرة عندك معناها احتمال ان تحرس هدفا اعلى من احتمال ان لا تحرس هدفا الكرة عندك معناها انت قادر تسيطر على المباراة فالاسهم هنا تعبر عن حركة لعبين الهلال حسب ما هو مرسم لها مفروض فرضا افتراضا أن هؤلاء اللاعبين يتحركوا في هذا المجال الهلال نفذ القصة دي في خلال ربع الساعة الأولى ونفذ في بعض فترات الشوطة التانية وكانت خطورة الهلال في هذا التحرك حينما يتحرك اللاعبون بهذه الطريقة طيب بدأنا زي ما قلنا بفارس باكشيمال أنا أريدك تلاحظ هذه المسألة جدامه مفروض أن يكون هنا نزار بمجرد استلام الكرة نزار يتجه إلى وسط الكرة بأي شخص في الهلال يصل الكرة بيكون في فكره هو في الدفاع أنه يوصل الكرة دي إما للشغيل أو لمجاهد أو لأبو عاقلة أو لنزار أهم زول كان يتجه إلى الكرة هو نزار نزار الوظيفة المناطلة في حالة الاستحواز أنه يلعب محمد عبد الرحمن طيب محمد عبد الرحمن عليه أنه يطلع من المناطق دي ويطلع إلى هذه المنطقة التي تسمى نصف المساحة وليه بتسمى نصف المساحة؟ لأنها هي ماخدة نصف مساحة المربعات في الطرف ونصف مصباحات لذلك بتسمى نصف المساحة والمنطقة دي هي المنطقة التي اخترعها جوارديولا حدثنا عنها في حلقة سابقة طيب في الحالة دي لما نحرك ده محمد عبد الرحمن مهمته أنه ينهي وجود هذا اللاعب اللي هو رقم 34 هنا أو أن يزيح هذا اللاعب عن هذا المكان ما يخليهم قريبين من بعض يكسر الصمود الدفاعي لهؤلاء اللاعبين ثم يخرج بالكرة ما يدخل بعد داخل الملعب إنما يلعب هو الباص إلى خارج الملعب المجموعة ابتداء من مقدم وأبو عاغلة ونزار يجب أن تزيد العدد بتاعنا اللاعبين داخل الملعب وهم اللي يحرزوا الأهداف دي الفكرة الأساسية ودي طبقت تماما في الهدف الأول اللي جابه الهلال الهدف الأول والوحيد اللي جابه الهلال وطبقت بتقنية عالية جدا في أول دقيقتين والهلال في أول دقيقتين استطاع في رأيي الشخصي أن ينهي المباراة لو لا أن هناك بعض الأمور حدثت هي أمور خارجة عن الإرادة خارجة عن قدرات البشر وحنجي نتكلم عنها واحدة واحدة طيب بهذه الطريقة لعب الهلال كل مكوراته الخطرة وأضاع الهلال بعد الهدف أضاع عيد مقدم هدف وأبو عاغلة أضاع هدف ونزار أضاع هدف وحتى محمد عبد الرحمن أضاع عفوا أضاع يعني انفراد تام ده قبل ما حتى يحرز هدف التعادل القصة دي تزنبها الهلال طيب في الشوطة الثانية حصل شنو ده الشوطة الأول في الشوطة الثانية حصلت بعض التغييرات في طريقة لعب الهلال التغييرات دي هنتكلم عنها وإحنا بنتكلم عن الحلال في حالة الدفاع لكن التغييرات دي أدت إلى أن الهلال بدلا من أن يتحرك عبر نزار وأبو عاغلة إلى زيادة عدد اللعبين المهاجمين هنا لا يلعب عن طريق الأطراف بتاعه فكان مؤيد لما اندخل ثم حتى السموأل لما أصبح باك شمال وفي الشوطة الثانية استطاع الهلال أيضا أن يستفيد من هذه الخانة أو هذه المساحة جيدا وإن محمد عبد الرحمن استطاع أن يزعزع الدفاع وهنا سنقلب بس الميدان الهلال سيلعب من الجنوب إلى الشمال أو من يدك اليمين ليدك اليسار فمحمد استغل هذه المنطقة تماما كما أراد لها فورمانزينهو ولعب أكثر من كورة خطرة إلى خارج الملعب يعني إلى خارج خطة 18 هنا كانت منها الشوتة أو الركلة بتاعة السموأل اللي دقت في العراضة اللي طلع القون بإعجاز شديد بتاعة السموأل وأيضا الشوتة اللي دقت في العراضة بتاعة مؤيد وحتى عبد الرؤوف لما جاء يستفاد من هذه المسألة كانت مشكلة الهلال في استخدام هذه المنطقة لم يحسن لأنه برضو كان حينما يكون الكورة في اليمين ما مفروض يودوها طوالي لمحمد عبد الرحمن مفروض تتغير الحال وعيد مقدم يستفيد من هذه المنطقة عيد مقدم كان جيدا داخل الصندوق لكن خارج الصندوق ما قدر يعمل نفس اللي بيعمله محمد عبد الرحمن بحيث أنه يشكلين جبهتين اتنين وما قدر يخلخل رغم 14 بالعكس رغم 14 كان واحد من أفضل اللعبين اللي قدروا يعني يركزوا الكورة ويبدأ هاجمات خطرة جدا جدا على الهلال حنجي نتحدث عنها فيما يلي من أحداث لكن ده الشكل اللي لعبيه والهلال في الشوطة الأول وأيضا في الشوطة الثانية مع التغييرات طبعا أو استبدالات اللي حصلت وتغيير وسط الملعب من أن يلعب فلات إلى يلعب بشكل معين اللي هو الماسة والدخول عبد الرحيم عفوا لدخول فني ودخول عبد الرؤوف مع بعض دي مسألة كانت مهمة جدا أنه نتحدث عنها وده بيدللك القراءة الجيدة والعظيمة جدا جدا للمدرب لهذه المباراة نمشي نشوف نحن الهلال في حالة الدفاع كان مفروض نعمل شنو وشنو حصل عشان القصة كلها تتلخبط يعني تقدم الهلال بهدف وإلى حد ما هو كان يسيطر على اللعب في ربع الساعة الأولى لكن بدت تصهر بعض الثقرات بمجرد أن يستلم بريق مازمبي الكرة وكانت الثقرات دي واضحة جدا في الجانب الأيسر لكن قبل ما نتحدث عنها نشوف شكل اللعب كان مفروض كيف مفروض إذا يعني كانت هناك هجمة لمازمبي باتجاه مرمى الهلال أن يلعب فارس ويمسك أو يشيل اللاعب رقم 26 اللي هو الجناح اليمين أي زول شاف المبارضي لقى إنه الجناح اليمين ده بس قاعد على الخط طيب ليه هو قاعد على الخط يعني ليه بلعب دايما على الخط الملعب برغم إنه بلعب مقلوب برجل الشمال يعني هو أصلا لفت وينجر أصلا فلعبوا في الحتة دي مخصوص لكن أيضا رغم إنه لفت وينجر كان بلعب رايت وينجر وكان بلعب فقط على الخط الغرض الأساسي هو إبعاد فارس عن يبعده عن بعض ده أساسا طيب خلينا خليك في مذكر القصة دي ونمشي لقدام مفروض نزار يشيل الباك إذا الباك تقدم اللي هو رغم خمسة مفروض الشغيل يشيل رغم ستاشر وأبو عاقلة يشيل رغم سبعة رغم تسعة ورغم تسعتاشر بيدخلوا عشان يزيدوا رغم تسعة بالزاد بيزيد مع رغم تسعتاشر فمفروض يشيلوا إيرينج ورغم تسعتاشر يشيلوا أوتارا والسماوة يشيل رغم ستة بينما مجاهد يستلم الباك للشمال رغم اثنين وعيد مقدم يستلم رغم أربعة ورغم أربعة تشير ده هو اللاعب الزامبي اللي كان سببا في تغيير دفعة اللعب باتجاه فريق مازمبي ومفروض أيضا هنا أنه محمد عبد الرحمن يشيل هذا اللاعب الخلل بدأ من هنا أنه لا محمد عبد الرحمن ولا عيد مقدم وخاصة عيد مقدم ما قدروا يعني يتعاملوا بقوة مع اللاعبين ديال في حالة استلام الكرة وما كانوا بيضغطوا عليهم يمنعهم من بناء الهجمة طيب الهجمة حين تبدأ كان كل الغرض إنها تصل لرغم ستة وعشرين ده فبالتالي أربعة عشر ده يلعب الكرة لي سبعة وبعدينك رغم سبعة يلعب الكرة لي ستتاشر ويجوا الدولة رغم ستة وعشرين ده رغم ستتاشر ورغم خمسة بيضغطوا على الاثنين ديل وبيبعدوا أيضا الشغيل من هذه المنطقة أنا أنه الشغيل يحاول يساعد هنا فيدخل رغم ستة أو يحرب رغم اثنين إلى هذه المنطقة هذا اللعب بين الخطوب انتبه له فورمزينه وبدأ أول استبدال حقيقي وده تغيير اللي حصل ده تغيير وليس استبدال لاعب بلاعب حاول في الأول أن يسيطر على المباراة بنفس عدد اللعبين أول حاجة عمل لما نوجد أنه هناك خلل وأنه المنطقة دي استبيحت اللي هي المنطقة بتاعت فارس دي استبيحت تماما وإنه يعني نزار ما قادر يساعده وشغيل أيضا ما قادرين يساعده لأنه عدد اللعبين هنا بيه بيكونوا أربع لعبين قصة ثلاثة لعبين طوالة عمل أول تغيير حقيقي لما نقول تغيير بنقول تغيير في وظائف اللاعبين داخل الملعب يعني انت بتغير داخل الملعب ما بتستبدل لاعب لاعب فحاول أن يخفف من هذا الأمر بأنه استبدل جاب مجاهد في محن النزار وودن نزار في محن المجاهد فأصبح مجاهد يلعب جدام السموأل وأصبح مجاهد يلعب جدام الفارس القصة هذا القصة هذا القصة حدد إلى حد كبير جدا جدا من خطورة اللعبة ذات الفكرة بتعتين أنك تستغل هذه المنطقة هما بيستغلوا هذه المنطقة ثم تعكس الكرة إلى القائمة البعيد بيجي واحد من القادمين من الخلف عشان يحرز منا هدف واتكرر تكتر من مرة فلما نحس بأن المسألة استبيحت أول حاجة حاول أن يخفف من هذه الاستباحة بأنه بدل مجاهد في مكان نزار ثم جاب نزار هنا الغرض من القصة هو السيطرة على هذه المنطقة نعم حد وجود مجاهد في هذه المنطقة حد منها كثيرا حد من الضغط على اللعبين كثيرا لكن لا زال المازنبيين عرفوا أنه المنطقة يمكن المرور منها فركزوا اللعب بشكل شديد جدا عليها وكانت تمس الخطورة حقيقية على الهلل طيب نجي للنقطة المهمة جدا اللي برضو الناس تحدثوا عليها في ليه حول نزأ السموء إلى باك شمال وقدم فارس إلى وسط الملعب ثم عاد مجاهد إلى أن يكون باك يمين الرجل الرجل القص الكورة استمرت بالشكل الذي تلعب به هنا وما حصل التغيير الثاني هذا ليس تغيير مجاهد الآن تغيير مجاهد السموء وفارس عمل في تغيير واحد عمل غير الاماكن بتاع الثلاثة لعبين ليه عمل كده أنه لو ما عمل كده الهلال كانت غلب كثير جدا جدا المنطقة استبيحت تماما أصبحوا ما قادرين يغطوا هذه المنطقة نمرة 14 و 17 و 16 كانوا مصررين أن يوصلوا الكورة لرغم 26 ولم يحدث أبدا أن تغلب فارس على هذه المنطقة فكانه محتاج يمنع رغم 26 من اللعب كيف ما شاء عشان كده غير السموء طيب هو ليه غير السموء في الحتة جابنا أنه السموء المدافع صلد فارس مدافع لين يعني ما عنيف يعني هو دا يرلوزول عنيف يستطيع أن يسبت هذا اللعب وجرب السموء السموء اللعب جوكر وأنا باستغرب طبعا جدا جدا من الناس اللي بتطالب بيشط بهذا اللعب ده لاعب جوكر لا تستطيع أبدا أن تضعه خارج على الأقل لازم يقوم في دكة الاحتياط لأنه لبعلك لما تكون في مشاكل حول السموء الخفف كثيرا في الشوطة الأول وفي الشوطة الثاني من هذه الممارة بالعكس في الشوطة الثاني السموء كان واحد من أرواع الناس لأنه زاد الهجوم حنشوف القصة دي لما نحصد الشوطة الثاني قام حاول أن يخفف من هذه المسألة قلنا حول السموء الهين وكان ده ده كلام صحيح السموء اللعب فيه هو جربه في الجانب الشمال في مباراة سنداون وبالتالي هو متأكد من أنه سيؤدي المهمة كما يجب جاب رجع مجاهد إلى باك يمين برضو اللي بشوف مباراة مع سنداون سيعرف أنه حينما كان يتقدم مؤيد لما كان يتقدم مؤيد كان هو اللي بينزل في الباك اليمين ويبقى باك يمين عشان يقدر يغطم حال مؤيد فبالتالي هو جاب لاعب بيفهم وظيفة الوظيفة هنا وكان جيد جدا المشكلة الوحيدة في هذا التغيير إن أضعفت التمويل لمحمد عبد الرحمن مفروض أنه التمويل بعد كده يتحول بتاع نزار يبقى لعيد مقدم ما نجحت مفروض هنا في هذه الحالة أدى الفرصة لمجاهد والشغيل عشان يمول محمد عبد الرحمن لكن المسألة بدت تقل نوعا ما فدأ الحصل ليه هو عمل هذه التبديلات طيب في حاجات كانت غريبة حصلت في المباراة في المباراة أنه هذا حاجات قدرية لا يمكن المدرب يكون سبب فيها ولا حتى اللاعب أصيب إيرين طبعا تم إحراز الهدف الأول بتاع التعادل واللي دخل الهدف الأول لسوء الحظ هو يعني كورة باصة عادية جدا من رقم 2 لرقم 9 طبعا واحدة من الوظائف هنجي نتكلم عنها بتاعة رقم 19 إنه يطلع أوتار هنا لأنهم هم درسوا إنه أوتار دا نقطة ضعف في الفريق وبيلعب بمزاجه رجل ما منضبط فدائما عنده وظيفة بأنه يطلع بره الـ 18 كمان أوتار هو الذي أحرز الهدف الكورة باصة عادية جدا عايز يطلع دخل القول ودي نيران صديقة بتحصل عادة لكن هذا الرجل كارث أنا يعني ما بفتكر إنه حيفيد الهلال كثير ولولا وجود زوران ما كان بقى أساسي أصلا نانو زوران هو اللي جابه عشان كذا ملعب أساسي كل المباراة لكن بفتكر إنه الطيب أفضل منه جدا طيب أوضاح أفضل منه كمان طلع إيرين ودخل الطيب بديلا عنه طيب أنا عايز أتكلم في النقطة دي وأتكلم في إصابة أيضا اللاعب الرائع مجاهد لما أصيب إيرين واللي هي في الشوطة الأول وطلع أنت بس مش خسرت تغيير إجباري أنت خسرت أيضا محاولة أنت التغييرات عندك خمسة حسب القانون الجديد بالسبب ظروف الكورونا خمسة تغييرات خمسة استبدالات عشان نكون صحيح تعبير صحيح فإنت عندك فرصة أن تضيف خمسة لعبين إلى الملعب لكن يجب أن تضيفهم في ثلاثة مرات يعني ما ممكن تعمل إن كل مرة تدخل لك لعب في خمسة مرات لا إنت تضيف الخمسة لعبين ما في أي مشكلة القانون معك لكن يجب أن تضيفهم في ثلاثة مرات فإنت هنا خسرت إجبار لاعب وخسرت إجبار تغيير وكمان خسرت واحد من محاولاتك الثلاثة في الاستبدالات تكررت نفس المسألة بعد ربع ساعة بخروج مجاهد مصاب فتاني كان عندك تغيير إجبار وتاني كان عندك ضياع لفرصة بتاع التغيير نعم وحتى مجاهد أصيب قبل سبعة دقائق تقريبا من نهاية الشرطة الأول فإنت ما بس خسرت تغيير إجبار كمان خسرت المحاولتين من الثلاثة وفضلت لك محاولة واحدة عشان تغيير فيها إما لاعب أو اثنين أو الثلاثة أنا عايز الناس تخد في بال هذه المسألة لأنه دي جزء من الحالة القدرية التي هزمت الهلال هنا هنستكمل الشكل الموجود الآن تغير اللعب زي ما قلنا في حالتين قدريات أدت إلى تغيير اللعب من الأشياء المهمة جدا واللي يجب أن نضع أيضا في الاعتبار هنا أن الثقرة التي حدست هنا في الباك الشمال صحيح بهذا التحويل قلت لكن أصبح اللاعب رغم 26 لاعب عالي جدا على كل اللعبين الموجودين هنا ودائما ما يلعب القصة هنا واحد من الحاجات المهمة جدا التي أعمل كان مع زي أنه يكون اللعب هنا لما يكون اللعب هنا أو هنا لما اللعب في الشوط الثاني كان دائما ما يحدث أنه كل اللعبين الهلال يتجه إلى هذه المنطقة وهذا طبيعي جدا بحكم أنه الضغط دائما باتجاه الكرة فيقوم هو بمجرد ما تسنح له الفرصة يأتي هنا يلعب الكرة في النهاية هنا تأتي من القون القون الثاني اللي كان بنفس الطريقة طبعا سنقلب الملعب لا أحب هنا أقلب الملعب لكن أنت تصور هذه المسألة أنه تلعبت الكرة عكسية من الجانب اليمين هنا لللاعب إسحاق اللي هو رغم 11 لنزله بس هو نزله كذا جاب القون والقون بسبب عدم التغطية الصحيحة وعدم التركيز الموجود فيه أوتارا أوتارا كان سبب أساسي في الهزيمة أوتارا عنده مشاكل كثيرة جدا جدا أنه أولا بالدسة أي زول يشوف الكرة كان يعرف أنه يدسة يعمل أخطاء كثيرة جدا داخل الملعب من السهل جدا محاورته وهو دائما ما يحاول يخط نفسه في قصة زيدي لكن لما تكون واحد دائما متفلسف جدا وما بيطلع الكرة لوسط الملعب دائما بيلعب كرة طويلة وهي غير متقنة في معظم الأحوال فهو رأيي الشخص لاعب كارثة وإذا كان الأربعة حيمشوا من الأفضل أن يمشي قدام أوتارا دا أنا ما عندي أي عواطف معاه بفتكر أنه وجوده حيكون كارثة وحيمنع من ظهور اللعبين أحق هم اللعبين الأساسيين بتاعيننا الطيب عبد الرازق والضح طيب ما زم بنفسه كان عنده لعبين تفوقوا حتى على نفسهم اللي هو اللاعب رغم 14 دزام بدا بداية اللعب كان موجود عنده ولو كان يعني وقطعا مفروض كان تمعا يستلم عيد مقدم لو عيد مقدم فطن إلى أنه هذا اللاعب الكرة بتبتدي عنده وضغط عليه كان قلل كثير جدا من الخطور العامة بتاعة مازمبي أيضا اللاعب رغم 16 تعب الشغيل جدا وتعب أبو عاقل حتى ورغم 7 ورغم 9 كانت في عملية أيضا بتدعمل لأنه هم عارفين أنه أوتار هذا خفيف فبيقوم رغم 19 بدل ما يلعب رأس حربه يطلع طوال بر 18 عشان يدخل رغم 7 ورغم 9 جوا رغم 9 هذا هو اللي تسبب في القون الأول لأنه تلعب تلي والكورة لكن يعني إكرام يعني الخطأ بتاع أوتار خل الكورة تخشقون قبل ما تجي يعني الكورة دخل طبعا أوتار يعني حاول يطلع دخل وده بتحصل يعني أنا لا ألوم على هذه المسألة لكن هو كان سبب في أنه تدخل بدلا من أن يترك الكورة لحارس المرمى لمس الكورة وغيرت اتجاهها ودخلت نمرة 9 كان دائما يبدل خاصة نمرة 9 سبعة بيعمل نفس القصة كان بيفلت من أبو عاقلة ويدخل إلى داخل الملعب لكن نمرة 9 كان هو الأساس في هذه العملية دائما يتبادل هما الاثنين نمرة 9 بيلعب في نص الملعب خلف رغم 19 مباشرة وبالتالي رغم 19 رون ما يطلع رغم 9 يدخل إلى داخل الصندوق لكي يحرص هدفه نفس القصة كان رغم 16 طيب الهلال في الوقت ده لو تذكروا تغيرت طريقته في اللعب وبدلا من أن لعب النص مشغولين بالأطراف بدأ يخلي الطرفين بتعنهم اللي هاجموا فكان ودي كانت فكرة جيدة جدا ودي فكرة يعني فورمزين إنه الآن رجع إلى أن يلعب بالتنظيم 4-4-2 لكن دايموند اللي هو شكل المعين ده لأنه هناك مشكلة في أوتارة ومشكلة في الطيب الطيب أيضا ما قادر يغطي على أوتارة أخطأه كثيرة جدا وفي نفس الوقت يغطي لعب ثاني فبدأ يعمل في أشياء ثانية كثيرة جدا إنه يخلي مؤيد هو اللي يمشي باليمين عشان يزيد عدد المهاجمين وحتى السموء يخليه يلعب بنفس هذه الطريقة واستطاع أن يحقق هم اللي يزيدوا أصبحوا يعني داخل المنعب فأصبح الهلال لديه قوة أفضل وأكبر واستطاع بذلك أن يشكل خطورة جيدة لكن طبعا يعني طارت الطيور بأرزاقها وأحرز ما زم به الهدف الثاني طبعا وحدي أفتكر من الأخطاء اللي حصلت أيضا هي إنه علم اللاعبون بنتيجة مباراة بولوسداد بين شوطية المباراة وعلموا إنه يعني أن هناك يعني إمكانية تأهلهم لم تكن يعني واردة أو هكذا خال لهم يعني وبالتالي ذا صبت من مهام شديدة لكن عملوا العليوم تماما في الشوطة الثاني وستطاعوا أن يعني يشكلوا بعض الخطورة على مرمى ما زمبي وأن أيضا يقللوا من خطورة ما زمبي في الشوطة الثاني لولا بعض الهنات التي نتج منها الهدف الثاني خاصة أنه اللاعب كمان كأم محظوظ جدا ومجرد نزوله ده أول كورة يستلم أحرز منا هدف وهو بالتأكيد في الوقت الناس لا يعرف كيف استفاد من هذه قصة أحرز منا هدف نقول حظ أوفر للهلال في المرات القادمة الهلال هناك إنارات كثيرة جدا حدست أثناء هذه أثناء مباراة المجموعة الثانية هذا العام وافتكر الهلال عنده الآن عظم بتاع فريغ لا بأس به وعنده أيضا مدرب رائع جدا جدا آمل ألا يتم الحديث السالب عنه كثيرا لأنه دبي ينتهي في النهاية إلى تكوين راي عام غير صحيح في أغلب الأوقات ومن ناس غير متخصصة وما عندها فكرة في التحليل ولا تستطيع أن تفهم ماذا فعل هذا الرجل في أثناء المباراة وعين كان الخطأ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل عام وأنتم بخير تصوموا وتفتروا على خير وإن شاء الله يعني يأتينا رمضان ويعني في ظل ظروف صعبة هذا العام لكن نعمل أن نكون جميعا بخير وأن يبلغنا رمضان وأن ينتهي رمضان ونحن بخير كل عام وأنتم بخير تصوموا وتفتروا على خير جميعا بلا استثناء في القبيلة الضياضية وفي السودان أجمع نسأل الله أن تكون الأمور كما نريد وأن يعني يجد شعبنا ما يستحقه تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر